تفتكروا الاسبوع اللي فات والأيام اللي فاتت وبنتكلم على محمد صلاح وقصة انتقال نجميل الكبير محمد صلاح من ليفربول الى اتحاد جدة السعودي كان فيه كلام كبير جدا ازاي محمد صلاح بالأرقام الكبيرة دي اللي مازال حتى الآن الباب مفتوح برضو عشان لسه احنا الباب ما تقفلش يعني ازاي محمد صلاح ما يروحش ازاي هما كل فترة بيعلوا المقابل المادي وزاي محمد صلاح بيقولش اوكي وفي امور الناس كتير جدا يقولك لا يروح في ناس تانية اصحاب يعني رؤى تانية تقول لا محمد صلاح لسه قدامه حاجات كتير جدا من ضمن الحاجات اللي انا قلتها او اتكلمت عنها انه ممكن يبقى محمد صلاح من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها هي البالونتور وده فعلا على الارض الواقعة محمد صلاح على رأس القائمة الرسمية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الزهبية يبقى محمد صلاح من ضمن خططه مش ديه تحديدا يعني ديه ما ارتبطيش بديه من ضمن خططه او من ضمن اهدافه ان راجل عايز يحطم الارقام في ليفربول كواحد من النجوم والاساطير الكبيرة هو واصبح من الاساطير في ليفربول خلاص محمد صلاح كده بعد كده هتعمله تمثال او بعد كده يبقى محمد صلاح واحد من الرموز على مر الزمن بالنسبة له ربنا يديه الصحة وتطل عمر بالتالي وجود محمد صلاح دي مش اول مرة يتواجد فيها محمد صلاح لكن المرة دي بعيدة هناك بعض النجوم الكبار زي كريستيانو ممكن يعني خلاص ببعض النجوم اللي بعده الى الدوري السعودي لكن وجود محمد صلاح دي من قائمة الكرة الزهبية يعد انجاز كبير للرياضة المصرية والعربية والافريقية محمد صلاح وجوده في ظل الزخم الكبير جدا من النجوم الكبار اللي بلعبه الفرق مميزة جدا وجايين برضو من بلدان منتخبتها في قرط القدم على اعلى اعلى مستوى وجود محمد صلاح يعني ان القرى المصرية ما زالت عندها من المواهب الكثيرة نجوم كتير ممكن في هم الايام يتكرر حلم محمد صلاح لسنين طويلة وانا يعني ان شاء الله يمكن بكرة ولا بعده عندي حلقة كنت عملتها مع محمد صلاح في 2010 او 2011 بعد ما رجع منتخب الشباب من البطولة من امريكا الجنوبية كان لسه بقى بدأ التواجه بتاع محمد صلاح عملت مع حوار هجيبه كده ان ااخد منه شوية حاجات هتشوف محمد صلاح من 13 سنة كان بيقول ايه وكانت ايه اهدافه يعني من ضمن الكلام وانا متزكر جيدا دايما في لقاءات كده الواحد ما بنسهاش قال لي ان نفسي ألعب بقول لأمنياتك ايه قال لي نفسي ألعب في واحد من اهم الاندية على مستوى العالم عايز وتمنى ان اكون واحد من اهم من نجوم القرى على مستوى العالم وده فعلا مجاش من فراغ جاء بصبر وعزيمة واخلاص من مقاولون العرب الى بازل السويسري ثم تشيلس الانجليزي ثم فورنتينا الايطالي ثم روما الايطالي ثم ليفر بول الانجليزي في مسيرة جبيرة جدا حافلة بالعطاء والتطور الزهني والتطور البدني والتطور المهاري وحاجات كثيرة جدا لمحمد صلاح في حياته قدر يتغطاها وقدر يحقق من الصعوبات كثيرة جدا نجحات كثيرة بالتالي محمد صلاح حالا لما تتكلم تقول محمد صلاح خلاص محمد صلاح ايجبت محمد صلاح افرقيا محمد صلاح ابن كل العرب حالا الناس الموجودين في ليفر بول بيغنوا له بيغنوا محمد صلاح وعملوا له اغنية اللي انتوا عارفينها اللي هي بتاع مو صلاح دي حاجة من الحاجات المميزة ايجيبشان كينج مو صلاح ايجيبشان كينج حاجة من الحاجات اللي دايما بتسعدنا وبتسعد كل الجماهير وبتسعد كل المحبين المتابعين لمحمد صلاح وبالتالي القائمين على الدور السعودي كان عندهم اهتمام كبير جدا ومازال اهتمام كبير جدا ومازال بقى السنة جاية لوجود محمد صلاح طب هتقول لي طب نمار موجود طب كريستيانو طب كانتي طب بروفيتش طب يعني ناس كبار كبير موجودة وموجودة وبنزيمة وموجودين وبيقدوا اداء مميز جدا واصحاب تاريخ كبير جدا في فرقهم ومنتخباتهم قبل كده وجود محمد صلاح في الدور السعودي يعني الاستخطاب الاهم لمشاهدة الدور السعودي من خلال المئة مليون مصري من خلال العرب الموجودين من خلال الجالية العربية او خلال الجالية المصرية الموجودة في الدول المجلس التعاون الخليجي وبالتحديدا المملكة العربية السعودية يعني كل مباراة محمد صلاح فيها كل الناس هتلاقي كل المصيرين اللي هناك رحين يتراجوا على محمد صلاح ودي حاجة من الحاجات اللي دايما بنفخر ونسعب بيها بوجود محمد صلاح ترشيح محمد صلاح طبعا حاجة من الحاجات اللي لما فرانس فوتبول اللي يعني من أكبر الجواز اللي كانت موجودة زمان كان باسم فرانس فوتبول اللي هي الكرة الزهبية يعني كان برضو كان أحسن لعب أفريقي وفاز بيها من مصر كابتنان الكبير كابتنان محمد الخطيب وبعد كده محمد صلاح يعني هما الاتنين من المميزين اللي فازوا بكأس أحسن لعب في قارة الأفريقية تواجد الدول محمد صلاح في قائمة المرشحين للمرة الخامسة على التوالي أنا قلتها مش مرة واحدة بس عوام 2018 و19 و21 و22 و23 علم بأن نسخة 2020 تم إلغاءها بسبب فيروس كورونا خلتك الفترة واحتل الله صلاح المركز الخامس في آخر نسخة 2022 القائمة بقى فيها مين؟ بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرك يوشكو جفارديول ليبزيجو منشستر سيتي أندري أونانا منشستر سيتي وإنتر ميلان كريم بنزيمة ريال مدريد والاتحاد جمال موسلالة باير ميونيخ محمد صلاح ليفربول جود بلينجهام ريال مدريد وبروسيا دورتومان بوكايو ساكا أرسنال ونجمة عربية كمان اللي هو ياسين بونو اللي هو حارس مرم الهلال السعودي الآن راندل كولو مواني عن طلقت فرانكفورت وباريس جانجرمان آه يعني دي برضو من أهم الأسامي الموجودة طبعا وجود يعني طبعا طبعا إلين هالانج هالانج هالاند طبعا ويعني أنا شايف يعني فينيسيوس وجونيور وولينال ميسي وساكا أرسنال وفيكتور وسمين نوبيلي وهريكين توتنهام يعني بسم الله ما شاء الله حاجة نجوم لكن محمد صلاح وياسين بونو هم الاتنين اللي مشرفين من العرب حاجة مشرفة جدا اتنين بيلعبوا لمنتخبين عربيين محمد صلاح نجم القرى العالمية ونجم تحام مصر ياسين بونو نجم الكرى المغربية واللي قدم معهم أداء مميز جدا في كأس العالم خطر عشرين تلاتة وعشرين أكيد كلنا سعاداء سعاداء مبسوطين مبسوطين تحضل الكرى اللي هو بيدير منظومة كرة القدم في مصر قال تمنى اتحادل الكرى التوفيق للنجم حام صلاح في سباق الكرى بترشيحات الكرى الزهبية بترشيحات مجالة فرنس فوتبول الفرنسية ونشر اتحادل الكرى عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي عن صورة لصلاح وتمنى له التوفيق في سباق الكرى الزهبية دي الصورة محمد صلاح هو واحد من النجوم الكبار دائما بنسعت دائما بأخبار محمد صلاح بنسعت دائما بوجود محمد صلاح النجم الكبير النجم المميز جدا النجم اللي دائما احنا شايفين انه هو يعني أمل كبير جدا ومش اخفولكوا سر يعني انا كلمت من شوية عن لما عملت انترفيو محمد صلاح الرجل يعني كواليسه سريعا يعني محمد صلاح كان ايامها قاعد في الفندق اللي قام بتاع المقاول العرب كلمته وكلمهولي الكابتن عشان برضو الشيء بالشيء يذكر كابتن ضيق السيد قال له محمد عباس عزيزي معك حلقة في البرنامج الحريفة على القناة الدريم وروحت أخدته مكانش مع عربية رحت أخدته من الفندق بتاع الإقامة بتاع المقاول العرب نزل كما عايز سندويتشات وقال لي تاكلت له أنا واكل خدت وروحنا صورنا في المهندسين ورجعته تاني حاجة أسعدتني على المستوى الشخصي لأنه فعلا في الحلقة دي لو فرغتها وجدت أهم النقاط فيها الراجل بيقول فيها كلام وبقول فيها يعني إزاي قدر يبقى عنده من الطموح وعنده من الزكاء وعنده من الفطنة كبداية نجم في مشواره إن يبقى عنده هدف والحمد لله ربنا وصله هدف ويوصل لأهدافه بعد كده كمان غير كده في مقابلات كتيرة جدا يعني أنا كنت بروح لأولادي دول صغيرين وياخدهم ويشيلهم ويصور معهم آخر مرة كانت آخر مباراة لمنتخبنا الوطني وكان موجود في سال القائرة كلمت وروح خدت بنتتي وتصورنا مع رجل نزل ووقف استناني وبسيط وجميل وبتعامل مع كل الناس بكل تواضع واحترام وتقدير مع الناس حاجة لغة حوار راقية لأن كل لحظة وكل تصرف وكل حركة ليك بتبقى محسوب عليك تصرفات النجمة يا جماعة هي اللي بتكمل برواز النجومية بالنسباله انت مش عشان نجمة متعبرش حد مش عشان نجمة متسلمش على حد لا 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 النجومية يعني الاتزام بكل معايير النجومية لها الكلام المحطرم مع الناس المقابلة الكويسة التصرفات اللي طالق بيك وجودة التواضع حاجات كتيرة اعتقدين ضمن المميزات لنجميلها الكبير محمد صلاح اللي يا رب يا رب من المكان ده نجعله من المكان ده نقول نشوفك يا محمد صلاح ان شاء الله من احسن لعيب العالم لان ده هتسطر هتسطر في تاريخ كرة القدم ان شاء الله على مر العصور